طيب حاج بقى قلت من شوية الزي بيتطور انا عايز عارف الزي بقى التقليدي اللي هو في القرية وبتاع السلطان بيلبس ايه؟ في قرية السلطان في جونسولان في قبائل الجسم على ثلاثة في قبائل الرعوية في قبائل نيلية في قبائل زراعية حلو انا بالنسبة ليه انا قبائل زراعية زراعية وبنفس المنطق الحاجانة المنطق الحاجانة بتتعدد مناخ بتاهم متعدد انا جبال وفي سعفان خانية في الضغابات وفي النمور وفي العزر السلطان هناك بتفقد افخن حاجة مع عنده يعني زي عندنا في الاول اخير نلبس قلود نمر قلود النمر؟ قلود النمر ده حيكون شخص السلطان فقط تمام ده بنسبة لي لو رجعته تجيب كابويتا تجيب حدود بين الكينيا السلطان هناك بتفقد بضحب يعني كل سلطان ليه شكله ليه زيه لوحده بوري عزة بتاعه اه وليه شكله بيختلفه لوحده في كله مناطق جيونه بالسودان كلها مهم لو شيء بتخرفوه في منطقة هو فيه اغلى حاجة عنده بكون في بن سلطان ليه؟ عشان السلطان أي شخص غريب ليش متجيله؟ واي حصيل بتطلع بيجيبوله يعني في بيته ما في حاجة بتنقص وسلطان تقول عنده حريم كتير ما بكون عنده واحد حريم السلطان يعني ما شاء الله يعني بكون عنده سبعة تمانية تسعة عشرة اوكي دي كله عشان خدمة اه هاي عشان كده بيكون بيكون واسع وكل واحد بيقبله بيجي فيه طيب لو تكلمنا بقى عن عادات الزواج مثلا حل يعني هل السلطان دورو ايه؟ عادات الزواج السلطان بيجي في اللحظة الأخيرة وحلو عايز الزواج دي تمان اتفاق بين الأسرة وأسرة السلطان ما عنده دور فيه بس السلطان بيجي في ايه؟ لو انما تحسن نزاعات هيخش فيه لكن للزواج تمام كل حاجة بمشي تمام بعد كده كل عسر العسرة بعرف تغالدنا ايه؟ وتغالد اولا الراجل لو عايز تجوز باخد تغالد بتالست يعني لسه ماكملش الموهر وكمل حاجة احلسيت بجبر الراجل عايزين واحد اتنين تلاتة اربة خمسة لا انا دي مش فهمها هاني اوكي اتن مش فهمها يعني مثلا ده من قبيلة وده من قبيلة فبياخد يعني الاعراف بتاعة القبيلة بتاعة الزوجة بتاعة الزوجة اوكي ليه بقى؟ احل الزوجة انتو الطلبات طبعين يعني زي هنا عايزين قد على المطبخ ومش عارف ايه ولا حاجات هناك بقى عايزين ايه؟ عايزين ابكار يعني المهر بيبقى عبارة عن ابكار؟ لا مش كله قبيل بردو بيخلف بقى قبيلة النيلية فقط اهه قبيلة النيلية بزوجة بالابقال اما ان احنا قبيلة الزراعية نزوزوا بيبقى روش حاجات كده رمزية وفي حاجات تغاليد يعني في حاجات الزراع ومش عارف حاجة بيدول لزراع حنا طالب من الراجل حاجات ده يجيبوا ونزام ايه؟ يعني نهارنا مش انه هنا كالراجل بيمشي البيت الزوجة الزوج بيمشي البيت الزوجة هناك بكون حضروا ايه؟ بيت وفي بنات يخدموا والعروسة ما بيتبانش بيكون مختفى احلى الراجل باهله بعرايبه ويجومه ويمشي الى حد هناك هيفرسلهمهم من موقعات كده اول قبل نزام الحوش هتاجل كله جزمة برا احتراما للبيت تمام طبعا الحاجات كلها بكون مكتوبة التمؤليم هيتعمل ايه؟ واحد اثنان تعمل حاجات ده كلها تمام التتويج بيتالعروسة ده بيكون بعد ما تخلصوا في التتويج تاني في فرحة انا دفت نظري حاجة بقى يعني حاجة قلت الزوج بالابقار في بعض القبائل اغلى ماهر بيبقى كان بقرة مثلا؟ والله يعني يعني كالسالاتين حددنا لكن تلوقتي في جونسوران في واحد كان دفع اخر حاجة كان دفع خمسمائة خمسمائة بار؟ خمسمائة بار يعني لغو على فلوس كبيرا جدا اشتركوا في القناة